بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الحضور الكرام زملائي أبنائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أجمل أن نفتتح مناسبات جامعتنا جامعة القصيم لهذا العام 1437 بمناسبة غالية ليس فقط على منسوب الجامعة وإنما هي على كل من يسكن هذا الوطن بجميع مناطقه ما أجمل أن تشاركنا صاحب السمو هذه المناسبة التي نتشرف جميعا في جامعة القصيم بحضوركم وبمشاركتكم لنا بالاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانون ما أجمل أن نتفاعل مع هذه المناسبة ليس فقط داخل الجامعة وإنما أيضا خارجها وفي كل مكان وفي كل وقت وما أروا أن لا نقتصر احتفالنا باليوم الوطني في مثل هذا اليوم بل أن نجعل الاحتفاء باليوم الوطني في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل مكان لأن هذا الوطن مهما قدمنا ومهما قلنا ومهما ذكرنا لن فيه حقه ولن في ذلك البطل الذي يجب أن نذكره في كل موقف الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الذي وحد هذه البلاد ومر بملحمة عظيمة جعلت ولله الحمد هذه البلاد بلاد خير وبلاد عز ونماء وكرم جعلت هذه البلاد المملكة العربية السعودية موطنة المسلمين جميعا احتضنت الحرمين الشريفين تتشرف بخدمة المسلمين في كل المواسم وما أدل على ذلك نجاح القيادة والقطاعات المختلفة في موسم هذا الحج إنما يدل على تواصل هذه المملكة بقيادتها الرشيدة لتقديم كل ما يخدم هذا الوطن ويخدم الحرمين الشريفين وزوارهما وقاصديهم المملكة العربية السعودية برت بعدة مراحل مراحل تطوير وبناء بدأها المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز ثم أعقبه الملك سعود وأبناءه البررة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمة الله عليهم وها نحن تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ننعم بالخير والأمن والأمان أقول لكم أيها الأبناء نحن لا نحتفل باليوم الوطني لنقول فقط اليوم الوطني أو نرفع العلم فقط أو نرفع الشعار وإنما يجب أن نعرف أن هذا اليوم الوطني يعني لنا الشيء الكثير لم نصل إلى ما وصلنا إليه لم تتحقق هذه التنمية كما تشاهدونها وتنعمون بها أنتم ولدتم في نعمة واستمرتم فيها وستواصلون إن شاء الله العيش في هذه النعمة العظيمة في ظل هذه القيادة وهذه الأسرة الكريمة الرشيدة في هذا الوطن الغالي لأننا نحن تحت قيادة تستشعر المسؤولية وقيادة نفتخر بها نحن شعب المملكة العربية السعودية والأعداء حريصون أن يخلخلوا ويحاولوا ولكنهم بإذن الله مدحورين خاسئين مهزومين يجب علينا أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات وجميع شباب هذا الوطن أن نستشعر مسؤولية هذا الوطن والحفاظ عليه اجتهادك في دراستك هو وطنية لأنك ستقدم بعدما تتخرج بإذن الله من هذه الجامعة خدمة لوطنك في مجالات عدة حرصك على أنظمة وأنظمة المرور واستتباب الأمن ودحر الأعداء وعدم أيضاً الالتفات إلى أصحاب الفكر الضال كل هذا يصب في خدمة وطنك وعندما تخدم هذا الوطن فأنت تخدم نفسك وتخدم أسرتك وتخدم أهلك وتخدم جارك وكل من له حق عليك أنا لا أريد أن أطيل فلعل في الفقرات القادمة ما يقدم ما أنا أود أن أقدمه ولكن حقيقة أنا سعيد جداً بكم صاحب السمو وحضوركم وتشريفكم لنا في جامعة القصيم لاحتفاء باليوم الوطني السادس والثمانون أشكر لكم حضوركم وتشريفكم ودعمكم أيضاً للجامعة فقد لمست بين أركان هذه الجامعة دعمكم وتشجيعكم وحرصكم وتوجيهاتكم التي أثمرت ولله الحمد خيراً وبإذن الله نعدكم أنا وزملائي وأبنائي الطلاب والطالبات وجميع منسوب الجامعة أن نقدم ما يسركم وما يفخر به هذا الوطن وما تفخر به المنطقة على وجه التحديد فأنا سعيد شخصياً أن أكون ضمن العاملين تحت إدارتكم الكريمة وحكمتكم وقيادتكم التي يشهد لها القاصي والداني أشكر لكم سمو والأمير وللجميع حضورهم وأتمنى التوفيق لأبنائي وبناتي في بداية مسيرتهم لهذا العام ونستشعر مسؤولية هذا الوطن ونحرص ألا يؤتى هذا الوطن وأمنه وأمانه من خلالنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادتنا وأن يديم عز هذا الوطن ويديمه ذخراً للإسلام والمسلمين وأن يحفظ جنودنا ويتغمّد شهدانا برحمته ويشفي جرحانا ويكفينا شر الأشرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة